تم انتقاء الفيلم القصير الصامت سينابس لمخرجه نوردين زروقي رسمياً للمشاركة في الطبعة الخاصة صيف 2020 لمهرجان السينما إفريقيا الذي سيقام بمدينة لوزانا سويسرية من العشرين إلى الثلاثة وعشرين أوت القادم بعد تأجيل الطبعة الخامس عشر إلى العام المقبل يذكر نتيجة الوضع الصحي الراهن فإن هذه الطبعة الخاصة ستنظم بصفة استثنائية من خلال المشاركة عن بعد وذلك عبر تواصل الإلكترونية يشارك الفيلم الطويل أبو ليلة للمخرج الجزائري أمين سيدي بومدياني لجانب نحو 360 فيلم آخر في الطبعة 23 لمهرجان شنغهاي السينماهي الدولي المقرر ما بين 25 جولي وثاني من أوت المقبل فيلم أبو ليلة هو إنتاج مشترك بين الجزائر وقطر وفرنسا يحكي الأحداث المأسوية للعشرية السوداء من خلال قصة شابين سمير ولطفي المماثلين سليمان بنواري وإلياس سالم على التوالي والذان يطاردان الإرهابي الخطير أبو ليلة في الصحراء الجزائرية ترجمة نانسي قنقر